منذ سنوات حدث في الهند غلاء شديد للأسعار وكان الناس قبل ذلك في عز وغنى وكان وقتها الداعية محمد يوسف صاحب كتاب حياة الصحابة مشهورا بزهده وتقواه هناك فذهب إليه الناس واشتكوا ارتفاع الأسعار والغلاء الفاحش وقالوا له هل نحتج ونغضب؟ فقال لهم الناس والأشياء عند الله مثل كفتي الميزان فإذا ارتفعت قيمة الإنسان عند الله بالإيمان والأعمال الصالحة قلت قيمة الأشياء وإذا قلت قيمة الإنسان عند الله بسبب الذنوب والمعاصي ارتفعت قيمة الأشياء وزادت الأسعار وعم الغلاء فعليكم بجهد الإيمان والأعمال الصالحة حتى ترتفع قيمتكم عند الله وتقل الأسعار ولا تخوف الناس من الفقر فهذا عمل الشيطان فلا تكونوا من جنوده وأنتم لا تشعرون فوالله لو أن هناك في قاع البحر صخرة صماء ملساء فيها رزق النعب لم فلقت حتى تؤدي إليه رزقه فالغلاء لا يمنع عنك رزقا ساقه الله إليك والذي فتح لك فاك لن ينساك فقط اشغلوا أنفسكم بأسباب الرزق وهي التوبة والاستغفار فبالإيمان والتقوى تدوم النعم ويعم الرخاء وقرأوا قول الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وبالفعل تخلص الناس من المعاملات الربوية وكل ما يغضب الله من ترك للصلاة وعقوق للوالدين وسوء معاملة الجار والغيبة والنميمة وغير ذلك وتمسكوا بالذكر ودوام الاستغفار وقيام الليل والدعاء المتواصل فيه فمن الله عليهم بالرزق الواسع والسعادة الغامرة يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهلوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر